السلام عليكم. لماذا الكاتب يستخدم الأسلوب الخباري أو الأسلوب الإنشائي؟ نعطيك مثال الحي في العائلتنا قادر يسرع. يدخل طفل صغير من بره يبكي. يقول مثلا إخوه يا أخويا هنا ستخدم أسلوب الإنشائي اللي هو نداء. يقول رام ضربوني بره أخرج. أخرج ليهم. ومنها هنا ستخدم أسليب إنشائية. علاش؟ لأنه حبي يقنع أخوه بهيدير ردة فعل. فجأة يدخل أخوه الكبير مثلا يقول له ما ضربوه موالورة وبالو خبط طفيل بره يدخل لي بكي هذا ما كان. هنا أعطاه مجمع من الحقائق واستخدم أسلوب خباري. هذا ينطابق على الكاتب ولا شاعر التانا. كي تلقى الشاعر ولا الكاتب استخدم الكثير من الأسلوب الإنشائية نداء أمر الاستفهام فالكاتب هنا يريد إثارة الظهن المتلقي ويريد تأثير فيه. حبي يقنعه إما بالتحريض وإما بالنصح والإرشاد. وإذا استخدم لك الأسلوب الخباري فهي باينة يريد عرض مجموعة من الحقائق والوقائع متعلقة بالموضوع بمعنى التقرير بكل بساطة وبالتوفق إن شاء الله. اشتركوا في القناة